اسمي نادين الصايغ عمري 14 سنة بصف التاسع صار لسن اكتشفت المرض اسمه لوكيميا بالدم استغربت لأنه ما كنت اسمع بحل مرض يا الولاد الصغار كنت ضلني اسمعه عن كبار ويأنه كتير صعب وبخوف وبهر الشعر الطرق اللي مرسته من شاني اتخطى المرض برسم انا في كتير لوحات وفي اول لوحة اللي بتذكرها لوحة الورود بنزل على الجنين بتمشى بوقتو في كرز جاردينيا برغم من ما عنايت بالمدرسة الـ Children Cancer Center اللي بعالجني وكمانه اللي بعالمني ساعدني اتخطح المصاعب هلا نزلينا عالسنتر ومنشو شو منعمل تحت وانا هون بيجي كل تانين اذا ما صار شي يعني ومناخد لتريتمنت وبيجي عالبيت وهون صار بيت التاني انا صار لسن ونص هون بالسنتر تعرفت على ناس جديد ورفاء جديد من بيناتهم كانت كالينة مثل كانت مثل أختي وبعدها يحد هلق معي هون كتير من نبسط ومن تسلع نادينا من الليد اللي نحن كتير من نفتخر انه يكونوا عم يتعالجوا بالمركز بلشت من أكتر من سنة بشوي بالهيدا وقوة إرادتها عطول بتخليها انه تكون كتير تتجاوب مع المرض وبتكون عم تكون كمان مثالة غيرة من الأطفال انه يكونوا عم يتحدوا المرض بهالطريقة الحلوية نسبة الشفاء عنا 80% 80% هلا أكيد في حالات بتختلف حسب أنواع السرطان بس هيدا معدل النسبة أنا بقولي الولاد اللي مثل عمره ما يخافوا وتستي سترونج وبالإمان كل شي بيتحقق وتنافر جيب قف